خلينا نقول أول شي نبدا من شاكرة التاج لأنه أنا بعتبر أنه نحن نتواصل مع الكون بطاقتنا فأول طاقة اللي نحن نستلم منا هي الكون فلذلك نعتبر شاكرة التاج شاكرة التاج هي شاكرة قوة نحن نحن نحكي عن شاكرة يعني عن طاقة عن انيرجي عن قوة فانيك عن قوة لذلك هي مركز قوة وقالنا العجلة لازم تدور شاكرت التاج هي قوة الإيمان أوكي قوة الإيمان معناته أنا لازم يكون في عندي إيمان وبما أنه العاجل عبد الدور بشكل دائم فلازم يكون في عنده خروج ودخول فنحن ما بس نعتبر إيمان فوق مثلا إيمان برب العالمين أي شخص عنده إيمان بشي معين لازم يكون عنده ثقة بالشي اللي هو مؤمن فيه عنده حب لأله ودفاع عنه نفس الشي لازم يكون ترجع للداخل ترجع طاقة لألك بنفس القوة لازم يكون عندك حب لحالك لازم تعرف تدافع عن حالك لازم تعرف تحب حالك لازم يكون عندك ثقة وإيمان كمان في حالك صح تماما أي نسبة شاكرت التاج هاي إذا كان في عندك أنت ما عندك ملوكفية بتكون قوية فتكون عندك هالقوة موجودة تعرف تحب حالك بتعرف تكون عندك ثقة بحالك فبتبدأ بتنزل وبتعطي طاقة للشاكرت التانية ممتاز باعتبارها هي أول وحدة متواصلة معكم متواصل معكم. فالإيمان إذن جزئيا خلي نقول بالشاكرا صح؟ الدوران من 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 الدوران لازم يكون من جهتين للأعلى وللأسفل. أوكي لحتى تشكل تعمل توازن. يعني ما يكون عندي الإيمان لفوق وما عندي إيمان بذاتي. فهون عندي بلوك أو بالعكس. يمكن نلقل أنا كان أنا صار الموضوع هذا شفت عد صديق الألي. إن هو الإيمان كان عنده تحت بس. هو مؤمن بنفسه فقط. تماما. وما يمن بأي شيء. تمام. فعنده هون بالنهاية بالنهاية هون في عنده ما في عنده دوران كامل. فبتلاقي إلا يكون في عنه ضعف بشيء معين. اي كان عنده مشكلة هو المشكلة اللي كانت عنده إن هو كان يستخدم مثل ما تفضلت هي يستخدم جسده. اكثر ما يستخدم طاقته إن هو مش مؤمن في شيء أكبر من عنده. صح. فهو قال بس يؤمن بنفسه ويقول أنا بسوي كذا بسوي كذا. آآ بنهاية تعب. بطعب. بدنا نصار يتمرض. تماما. هلأ نحن عم نحكي أنا وبدأ أطلع بعدين نحكي عن الشاكرات بس أطلع خارجها. نحن حكينا عن جسم مادي وجسم طاقي صح. نعم. أنت هلأ بتحكي لي عن شخص. شخص عنده بلوك في الشاكرة. نحن الجسم الطاقي والمادي بيتعاملوا مع بعضهم. يعني أنت لما بكون في عندك مثلا. آآ 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 شي جسدي فرضنا تشوه أو كسر أو مرض. تحس طاقتك ضعيفة. يعني أنت تكون مرضان تحس بطاقتك تضعف. ونفس الشي إذا كان طاقتك ضعيفة بيبدأ الجسم بمرض. هذا التبادل كتير مهم. يعني هذا يعتبر سر أنه ليش نحن لازم أو هو المفتاح ليش نحن لازم نستخدم طاقتنا. لو واحد يفهم هالتبادل ويحس فيه. لأنه نحن لا شعوريا منحس فيه. بس ما نعرف إش عبي يمرض أو شو عبي يمرض عنا وشو عم نداوي. فنحن لما منمرض جسديا منحس عالنا داون. بس ما نعرف إنه داون هي الطاقة التأثرت بسبب المرض جسدي. نفس الشي. لما بتمرض طاقتنا لما متعرض تحس جسمنا بتبدأ بممرض. لأنه الطاقة هي بتحمي حتى الجسم المادي. فهذا التبادل كتير سر أو كتير مفتاح مهم للإنسان يعرف. حتى يكمل حاله تماما. تكمل حالك بشكل كامل. لازم تكون فيه عندك هالثقة. أنه أنا عندي جسد مادي وجسد طاقي. ولازم هالتنين يكونوا أصحاء. لازم احتم فيهم. ما بس يحتم بس بالجسد المادي. طيب هل هو تغيير في الفكر. يعني مثلا. خلنا أخذ مثل هذا الصديق. صديقي. اللي هو صار يوم من بس بنفسه. بس نسى يمكن يوم من برب العالمين. أو يوم بالطاقة الكونية. أو. عنده إيمان معين. يعني كل إنسان. الإيمان هو قوة. فكرة. لحنا نتعرف بتحكي عن الإيمان. الإيمان هو قوة. الإيمان شو هو. هو طاقة. بالضحط. تماما. الإيمان هو فطرة. تعريف الإيمان. الإيمان هو فطرة عند الفرد. ما في الشخص ما عنده إيمان. بالفطرة. فهو إذا بيخسر هالفطرة فمعتقد بيخسر شيء من قوة الطاقة الموجودة عنده. بالضبط هو هذا سؤالي. يعني لازم هو يبدي يفكر. تماما. إنه الإيمان شيء. لازم يكون موجود. حاجة. هو حاجة. هو حاجة. لحتى أكمل أنا. لأنه قلت لك. الإيمان هو فطرة. موجود. يعني الإنسان من دون إيمان. خسران. لازم يكون عنده شيء يعمل فيه. أكبر من عنده. تماما. يعني حتى إذا بتطلق إنه قبل الديانات. كانوا يحاول يدوروا على أي شيء لا يعملوا فيه. الشمس ولا القمر. الشمس ولا الأمر ولا الأصنام ولا أي شيء. يعني بتشعروا للآلهة اللي بخترعوها هنن. بس لأنه الفطرة هي الإيمان هو فطرة. والإيمان هو قوة. فأنا إذا خسرت هذه الفطرة. فأنت ما خسران قوة معينة. فممكن أجي أحس. كيف ده أحس أنا عندي إيمان بذاتي. أنا عم بتصنع الإيمان. لأنه أنا ما عندي إيمان تاني. لازم يكون في الخارج والداخل. أنا في حلقة ناقصة. فلذلك بيكون تعبان. وببذل الجهد. وما بوصل. لأنه أبحاول يفرض عن الناس أنه أنا مؤمن بذاتي. أنتوا لازم تؤمنوا بهالشيء. أنا ممكن الأشخاص المحيطة فيما تحس في نفس اللي. لأنه عنده قوة ناقصة. إذا هو ده خلي نقول هو إيمان في الإيمان. يعني لازم يكون واحد مؤمن إنه الإيمان شيء حاجة أساسية لازم يؤمن فيها. وفطرية. وإذا بتعاد عنها. بتعاد هنا مع تسارفة عنده ناقص بقوة معينة. هي لازم تكون موجودة عند الشخص. بقوة الإيمان وشاكلة التاج. شاكلة التاج. تمام. لنجي بعدها. ترجمة نانسي قنقر